بكلفة بلغت مليار وثلاثمائة مليون دينار وبتمويل من صندوق اعمار المناطق المحررة في العراق تم افتتاح جسر الصدور بعد ثلاث سنوات من تدميره من قبل جماعات العنف الإدارة المحلية لمحافظة ديالة تحدثت عن خراب كبير أصاب أغلب المنشآت الحيوية وبسبب الأزمة المالية فقد اعتمدت كثيرا على المنحة الدولية لإعادة الإعمار وتمويل من صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة وبشراف دارة الطرق والجسور تم المباشرة بالمشروع وأنجازها ضمن المحددة البالغة ستة أشهر الكثير من المباني التي لحد الآن لم يتم إعمارها نطمح الكثير من الدول المانحة في مساعدة الحكومة المحلية في ديالة لغرض إعادة إعمارها وزارة الإعمار والإسكان ومن خلال شركة المعتصم الحكومية هي التي أعادت إعمار الجسر رغم الصعوبات وتعقيدات العمل أما أهميته فيربط شمال قضاء المقدادية بقضاء الخالص ويعد طريقا رئيسا للعجلات سيما العسكرية لوجود العديد من القوات الأمنية في هذا القاطع الفقارات التي أنجزتها شركة المعتصم هي تكسير هذه الفضاءات المتضررة وإبدالها برافض كونكريتية بطول 24 متر وبارتفاع متر و20 وبعدد 18 رافضة ويقل الزخم عن الشارع القديم الذي هو منبلط شارع النوفل السدة قيادة عمليات دجلاء ومن خلال قوات الفرقة الخامسة للجيش العراقي أمنت المنطقة تماما فيما أسهمت المنحة الدولية بإعمار سبعة جسور أخرى إضافة إلى افتتاح هذا الجسر فتم افتتاح ستة جسور سابقا وهو جسري الهارونية القديم والجديد وجسري إمام ويس السابع والرابع وجسري نارين الكونكريتي والحديدي من جسر الصدور بقضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة خادي العنبقي الحرة